تسيل الدمعة وبندعي رحيم وفاك يجنبنا ويبعدنا عن الأوزار تسيل الدمعة وبندعي رحيم وفاك يجنبنا ويبعدنا عن الأوزار ويكرمنا بإحسان وفرار ويقبل دمعة التوبة والاستغفار رحيم وفاك الحمد لله عب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى رسل الله أجمعين وعلى من تبع هداه إلى يوم الديني وبعد فحديثنا في هذا اللقاء عن موضوع هام هو موضوع الإسلام في كتاب من أهم الكتب في سلسلة رؤية الإسلام يتحدث عن نفسه لا كما تتحدث عنه الجماعات المتطرفة ولا كما يتحدث عنه المتشددون ولا من قام بعمليات انتقائية فالإسلام هو يتحدث عن نفسه فهو دين الرحمة ودين التسامح ودين الإنسانية وفيه نؤكد أن الإسلام قطعة ذهب لا تحتاج أكثر من أن نجلي ما علق بها أو عان عليها من بعض الغبار المتطيعي أو حتى المتعاكم لأن المعادن النفيسة لا تصدأ أبدا الإسلام عني بإنسانية الإنسان كونه إنسان فكرم الإنسان على إطلاق إنسانيته يقول الحق سبحانه وتعالى في كتاب العزيز ولقد كرمنا بني آدم ولم يقل كرمنا المسلمين وحدهم أو المؤمنين وحدهم أو الموحدين وحدهم وإنما كرم الإنسان على إطلاق إنسانيته دون أي اعتبار آخر وعرسل رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فبعثته صلى الله عليه وسلم لم تكن رحمة للمسلمين وحدهم ولا المؤمنين وحدهم ولا للموحدين وحدهم إنما هي رحمة للناس كفة فالإسلام لا يعرف الأذى لأحد لا للإنسان ولا للحيوان ونبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال دخلت مرأة النار في هرة حبستها لم تحبس إنسانا ولم تحبس لا مؤمنا ولا غير مؤمن إنما حبست هرة لم يقل قتلتها ولا عذبتها ولا مسلت بها كما تفعل الجماعات الأرهبية والمتطرفة وإنما حبستها ربما غفلت عنها فلهي أطعمتها ولهي تركتها تأكل من رزق الله ويقول صلى الله عليه وسلم ودخل رجل الجنة في أنه وجد كلبا يلهث من العطش وكان الرجل قد اشتد به العطش فوجد بيئة فشعب منه فلما الكلب يلهث قال لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ بي فنزل البيئة فملأ خفه فسق الكلبا فشقى الله له فغفى له فدخل الجنة هذا ديننا لا يعرف الاعتداء لا على الإنسان ولا على الحيوان ولا على الجماد بل هو رحمة للإنسان والحيوان والجماد ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عاجلا يجهد جمله ويتعبه قال يا صاحب الجمل اتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإن جملك هذا قد اشتكى إلي أنك تجيعه وتدعبه أي تدعبه في العمل الشاق وحسنا على الرحمة بالخلق جميعا ولا سيما الضعفاء من الخدم ونحوهم فقال صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم أي خدمكم إخوانكم جعلهم الله فضلا منه ونعمة جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس ولا تكلفوه من العمل ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم علي بل إننا لنعى النبي صلى الله عليه وسلم يناجي الجبل والحجر فيقول إني لأعرف حجرا بمكة كان يرد علي السلام ولما اعتجف أحد وفوقه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهدان دين لا يعرف غير الموساة والحنو على الضعفاء والمحتاجين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما آمن بي ما آمن بي من بات شبعان وجاءه وجائع وهو يعلم وقيل له يا رسول الله إن فلانة صوامة قوامة إلا أنها تؤذي جعانها فقال صلى الله عليه وسلم هي في النار فالمسلم الحقيقي من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم ويقول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأزع عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وزكى صلى الله عليه وسلم أن عجلا وجد غصن شوك على الطريق فجنبه فشقع الله له فغفع له فدخل الجنة بل إنه صلى الله عليه وسلم ليحز من أزى الخلق بصفة عامة ومن أزى الجار بصفة خاصة فيقول والله ليؤمن والله ليؤمن والله ليؤمن ثلاث مرات صدقت يا سيدي آسول الله دون أن تقسم فما كان قسم إلا للتأكير على أهمية ما يأتي بعد هذا القسم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه وحق الجوار كما هو حق للأفعاد والناس يتحدثون عنه فهو حق للدول أيضا وإذا كان الإنسان الكريم لا يسمح أن يؤتى جاره ولا أن يؤذى من خبله ولا من جهة بيته فهكذا الدول الكريمة فهكذا الدول الكريمة لا تسمح أن يؤذى جيرانها من حيولها الإسلام دين عظيم ينهى عن الطباغض والتحاسد واحتكار الآخرين أو السحرية منهم حيث يقول الحق سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا يصخى قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتف أولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا جتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تباغدوا ولا تحاسدوا ولا تضابعوا وكونوا عباد الله إخوانا دين ينهى عن الغش حتى مع غير المسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غش في حديث مسلم من غش فليس منا لا يجوز لك أن تغش أحدا لا مسلما ولا غير مسلم من غش فليس منا دين ينهى عن الغش والتدليس والاحتكار واستغلال حوائج الناس لدين عظيم معني بإصلاح الفرض في أمر دينه وفي أمر دنياه نسأل الله العلي العظيم أن يزقنا حسن الفهم وحسن اتباع لديننا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تُمَيْرَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُنْفِقُهَا تُمَيْرَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُنْفِقُهَا أَرْوَتْ فُعَادًا أَرْوَتْ فُعَادًا أَرْوَتْ فُعَادًا أَرْوَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُمْأَنَّ أَرْوَاتْ رمضان 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 يا خير الشهور جميعا يا من خلعت على الروح ربيعا شهور تجل الخير فيه فعادني شهور تجل الخير فيه فعادني شوق لذكرى كم أعد وجوعا شهور تجل الخير فيه فعادني